تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمية هذا وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 466 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 44 طن للمواد الغذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وأما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 29 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 5 أطنان أسمنت كما تم أيضا ضبط 610 قضايا من 192 قضية خبز ناقص الوزن و53 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز